اهلا بكم من جديد اطلقت وزارة الاسكان اولى مشاريع برنامج اسكاني جديد لتطوير الوحدات السكنية على الاراضي المملكة للدولة بالشركة مع القطاع الخاص في اطار خطة وزارة الاسكان لتقليص قوائم الانتظار وزيادة المعروض من الوحدات تلبية لطلبات الاسكانية للمواطنين ويتضمن البرنامج بناء مائة واثنتين وثلاثين وحدة سكنية جديدة على ارض حكومية بمنطقة اللوزي وهو المشروع الذي من المقرر ان يعقبه تنفيذ العديد من المشاريع بعد تقييمه والتأكد من مقاوماته كافة اذ تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج الى تطوير حزمة من الاراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة وصولا الى بناء 15 الف وحدة سكنية على مدى عشر سنوات وقال سعادة المهندس باسب بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان هذا المحور يمثل احد اهم اولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر فضلا عن ان صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء يولي بارغ الاهتمام بكل ما يسهم في استدامة الخدمات الاسكانية البرنامج هو تطوير الاراضي الحكومية التابعة للدولة اللي يتم بنائها من قبل المطورين العقارين طبعا الهدف من التعاون مع القطاع الخاص هو زيادة وتيرة العمل زيادة انتاج الوحدات السكنية وايضا تأسيس شركات استراتيجية مع طرف جدا مهم له القطاع الخاص رح انحقق ان شاء الله زخم في عدد الوحدات من خلال ان الدولة توفر الاراضي المؤهلة بالبنية التحتية للقطاع الخاص وباسعار تكون مريحة ومربحة حق الجميع ومن خلال هذه ان شاء الله عدد الوحدات ستزيد ولكن ايضا نتمنى ان اسعار الوحدات تكون في متناول الشريحة المستهدفة كمطورين عقاريين بحرينيين اهمنا تقليص قوائم الانتظار في مملكة البحرين للراقبين في السكن الراقي اللي يليق بالمواطن البحريني فالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة امر نسعي له من زمان وجود مثل هذه الفرص القيمة منها البرنامج الرائع اللي تمتجينه اليوم وكذلك من قبله برنامج مزايا والقروض الاسكانية اللي تمنح من بنك الاسكان كلها تصب في الاول والاخير لمصلحة المواطن البحريني فدورنا كمطورين عقاريين ان نوفر هذه المساكن بالمعايير اللي تليق بالمواطن وتساهم في ايجاد عرض يغطي هذه الطلبات الكبيرة اكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات على اهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في انقطاع اللوجستي نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي تطلعات المشتركة مشيرا سعادته في هذا الصدد الى ما تحقق من تقدم في مشروع جسر الملك فهد او جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين حيث تم توقيع عقد بقيمة 33.6 مليون ريال مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بحضور السيد احمد بن عبد العزيز الحقباني رئيس مجلس ادارات مؤسسة جسر الملك فهد والمهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وقال سعادته ان مشروع جسر الملك حمد يعد احد المشاريع الاستراتيجية المعززة للعلاقات الاخوية الرسخة مع المملكة العربية السعودية ويذكر ان هذا المشروع والذي تبلغ كلفته التقديرية ثلاثة ونصف مليار دولار امريكي يتم انشاؤه بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين جسر للمركبات وجسر للسكة الحديدية ومحطة دولية للسكة الحديدية وسيتم انشاؤهم وتشغيلهم وفق المعايير الدولية ونتابع الآن سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم ونبدأ مع بوسطنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.1% مقفلا عند مستوى 1524 نقطة حيث شهدت تدولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين واربعمائة وثلاث وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ثمانمائة وأربع وثلاثين ألف دينار تم تنفيذها من خلال خمس وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الخدمات أما بنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نتابع أغلقت جميعها باللون الأحمر على تراجع السوق المالية السعودية أقفلت بالتراجع بنسبة 1.17% بإقفال عند مستوى 7693 نقطة بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة 0.07% وأقفلت عند مستوى 6280 نقطة سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعت بنسبة 1.16% بإقفال عند مستوى 5075 نقطة سوق دبي المالية أقفلت على تراجع بنسبة 1.35% وأقفلت عند مستوى 2739 نقطة أما سوق العاصمة العمانية فقد أقفلت على تراجع طفيف بنسبة 0.02% وأقفلت عند مستوى 4040 نقاط في نهاية تدولات اليوم أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف عن الدورة الأولى وقد انطلقت في السعودية فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 والذي يحمل اسم دافوس في الصحراء برعاية صندوق الاستثمارات العامة ومشاركة 49 شريك وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولي حكومات من مختلف القارات ويشارك في المنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والذين يمثلون أكثر من 30 دولة من مختلف العالم وعلى هامش المنتدى أعلنت الهيئة العامة للاستثمارات السعودية عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أتذكر كيف بدأ هذا اللقاء عام 2016 وفي كل الأشياء العظيمة بدأنا بفكرة بسيطة وهي أن نأتي بقادة متنوعين من خلفيات متنوعة مع بعضهم البعض التغيير الوضع الراهن وذلك من خلال التعاون والتقاط الأفكار الحرة نود أن نملأ الفراغ في مجال الأعمال والمالية والحكومات كل هذه القطاعات تعمل مع بعضها بعضا إذ لم يكن هناك منتدى واحد فيما يتعلق بما يحدثه الاستثمار من تغيير والآن نحن واحد من أكبر ثلاث لقاءات ومؤتمرات في العالم ترجمة نانسي قنقر أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارات دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في تغريدة له على موقع تويتر إن الميزانية الاتحادية للإمارات لعام 2020 تبلغ 61 مليار درهم وبدون عجز وأضاف أن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية أما حول قطاع الفضاء بالدولة أشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن حجم القطاع بلغ 22 مليار درهم ويعمل به 1500 موظف في 50 شركة بينهما شركتان من أكبر شركات الاتصالات الفضائية عالميا نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل دوجل تسعى لشراء فيت بيت للأجهزة القابلة للارتداء مستهدفة بذلك السوق المزدحمة باللياقة البدنية والساعات الذكية أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين نوتشين أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابعي لوزارة الخزانة الأمريكية قد استهدفت كل من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطنية الإيراني وشركة اعتمار تجارة بارس بسبب تقديم هذه المؤسسات الدعم المالي للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المشاءة النفطية السعودية وتوقع صندوق أن يبلغ عجز الموازنة الإيراني 4.5% خلال العام الحالي و 5.1% العام المقبل استقر معدل تضخم الأساسي في اليابان خلال الشهر الجاري لكنه أقل من تقديرات المحللين ويبعد كثيرا عن مستهدف البنك المركزي في البلاد البالغ 2% وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات اليابان أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان والذي يستبعد تكاليف الغذاء ارتفع بنحو 0.5% خلال شهر أكتوبر الجاري بالتقديرات الأولية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وينفس قراءة الشهر الماضي وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل تضخم بدون أسعار الغذاء سوف يسجل 0.7% خلال الشهر الجاري ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي النبأ الأخير قالت مصادر مطلعة في جوجل أو إن جوجل قدمت عرضا لاستحواذ على فيتبيت الأمريكية القابلة للأجهزة أو لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء مستهدفة بذلك السوق المزدحمة لمتجات اللياقة البدنية والساعات الذكية وفي حين تعمل جوجل شأن شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى مثل أبل وسامسونج في تصنيع الهواتف الذكية فإنها لم تطرح حتى الآن أي منتجات في مجال الأجهزة القابلة للارتداء وارتفعت أسهم فيتبيت بنسبة 27% بفعل هذه الأنباء لتصبح القيمة السوقية للشركة 1.4 مليار دولار وارتفع سهم ألفابيت المجموعة الأم لشركة جوجل أيضا بنسبة 2% لتبلغ 1293 دولارا للسهم الواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر